الرئيس الأمريكي جو بايدن فاجأ إيران بقرار نهائي وصارم وصادم في نفس الوقت وهو موجه مباشرة إلى الحرس الثوري الإيراني وهذا كله صدر وأصبح واضحا من مسؤول أمريكي كبير صرح إلى مجلة بوليتيكو الأمريكية يوم أمس وقال الآتي أنهى بايدن قراره بإبقاء الحرس الثوري الإيراني مدرجا في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية وأن القرار نهائي تماما وأن نافذة التنازلات الإيرانية مغلقة أي بما معنى الحرس الثوري الإيراني سيبقى من ضمن قوائم الإرهاب ولا تنازلات نهائية وهذا الأمر مباشرة أكده بشكل رسمي رئيس الوزراء الإسرائيلي نفطالي بنت بهذه التغريدة التي شكر الرئيس الأمريكي جو بايدن على هذا القرار وعلى وقوفه صامدا أمام مسألة الحرس الثوري الإيراني التي أصبحت شرطا مهما لإيران في العودة إلى الاتفاقية النووية الشرط الإيراني واضح جدا ارفعوا الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب وسنعود إلى الاتفاقية النووية وما الذي يعني هذا بالنسبة إلى إيران هو يعني بصريحة العبارة بأن العودة للاتفاقية النووية قد فشلت تماما وفي ظل أيضا تصعيد كبير جدا كان قادما من رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأ يضغط في مسألة الثلاثة مواقع التي وجدت فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية جزيئات اليورانيوم سابقا في مواقع لم تصرح بها إيران نهائيا بدأ يضغط في هذا الاتجاه كذلك وزارة الخزانة الأمريكية اليوم فاجأت إيران مرة ثانية بفرض عقوبات على شبكة كابعة لفيلق القدس الإيراني تقوم بتهريب النفط وتبيض الأموال أيضا هذا الضغط عالي جدا على إيران وبالتالي الآن إيران أصبحت باختصار أمام خيارات محدودة أما أن تقبل بهذا الأمر وبهذا الشرط وأن يبقى الحرس الثوري الإيراني تحت العقوبات وأن تعود للاتفاقية النووية وتربح وتفوز بما تم التنازل عنه من قبل أو التنازل به وما تنازلت به الإدارة الأمريكية إلى إيران أو بأنهم يرفضون هذا الأمر طبعا تفشل المفاوضات النووية وسيكون أمام خيارات عديدة الخيار الأول هو أنهم يخصبون اليورانيوم كما نعلم بنسبة 60% من الممكن أن يتقدمون بشكل أكبر ويصلون بنسبة 90% النسبة الخطيرة التي من الممكن أن تؤدي بهم مباشرة وتؤدي عمليا فعلا إلى التخصيب بنسبة تصل إلى القنبلة النووية ولكن هذه فيها مخاطرة استراتيجية لأن الإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية قد تضرب المنشآت النووية بأكملها وتضرب البنية التحتية إلى ما شهدنا هذا السيناريو وإيران تعي هذا الأمر تماما أما السيناريو الثالث وهو التصعيد عن طريق الفصائل المسلحة في العراق وفي سوريا وفي اليمن وتشعل المنطقة بالتمام والكمال وحتى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي بالمنطقة بأكملها سيستهدف بشكل كامل وهذا الأمر يبدو بأنه أصبح واضحا من الهجوم للفصائل المسلحة الموجودة في الداخل العراقية وما أمس بطائرة مسيرة مفخخة على مطار بغداد والأهم والأكبر من ذلك التصعيد الذي يجري في سوريا ما يجري في سوريا هو الأخطر على الأطلاق هناك كانت لقطات حصرية لوكالة عين الفرات قامت بنشرها اليوم هذه اللقطات لشاحنات وهي تدخل مباشرة إلى دير الزور وبحسب الوكالة وما تحدثت عنه بأن هذه كانت شحنة لطائرات مسيرة إيرانية تصل إلى دير الزور على ذمتهم طبعا بكل تأكيد عندما نتحدث عن دير الزور ودخول شحنة بطائرات مسيرة واضح بأنها الكثير والكثير من الطائرات المسيرة ممكن أن تكون موجودة في هذه الشحنة سيعني بأنها ستكون هناك هجوما وهجمات كثيرة جدا على قواعد التحالف الدولي الموجودة شرق نهر الفرات قاعدة حقل العمر النفطي قاعدة كونيكو وقد تكون القاعدة الموجودة هنا قاعدة التنف الموجودة في المثلث الحدودي بين العراق والأردن وسوريا التي سبق أن استهدفت بالطائرات المسيرة ولكن هناك قضية خطيرة جدا أيضا تجري في سوريا هي مسألة الانسحاب الروسي من عدد من القواعد الموجودة في سوريا من أجل الانضمام إلى المعارك والتركيز على المعارك التي تجري في أوكرانيا ومن الفراغ من قبل الحرس الثوري الإيراني والفصائل المسلحة الموالية لإيران لهذه القواعد هذه هي القضية الخطيرة جدا الآن التي تجري والتي تحدث عنها روبيرت فورد هذا الرجل هو طبعا كان سفيرا في سوريا وفي الجزائر سابقا وهو الآن من أهم الباحثين في معهد الشرق الأوسط تحدث عن هذا الأمر تماما وعن خطورته وما الذي ممكن أن نتوقعه في هذه القضية خاصة وأنه تحدث أن هناك نقطة مهمة جرت بالنسبة للبنك المركزي الإيراني رغم كل العقوبات رغم أن الانتفاقية النووية ستفشل رغم أن هناك تظاهرات ومشاكل اقتصادية داخلية في إيران لأن البنك المركزي الإيراني قد أعلن أن في النصف الأول من العام الفارسي الحالي حققت إيران من الصادرات النفطية عائدات مهمة جدا بما يقدر بـ 18.6 مليار دولار وهذا الرقم يعني بأن هناك ازديادة في العائدات من النفط الصادر من قبل إيران بقيمة 8.5 مليار دولار مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي وأتحدث هنا عن العام الفارسي بحسب ما صرح به البنك المركزي كذلك أن هناك تقاربا أيضا بين روسيا وبين إيران بشكل عام بسبب الموقف الإيراني من روسيا بشكل مباشر وبأن الإيرانيين سعداء جدا بأن الأمور تسير بهذا الاتجاه والروس كذلك يجدون اتزاما مهما بهذه القضية وعلى هذا الأساس أن هذا التقارب أدى إلى تقارب اقتصادي كذلك كانت هناك أرقاما قادمة من بلومبرغ الأمريكية وكذلك نائب رئيس الوزراء الروسي تحدث عن هذه المسألة هناك تقارب اقتصادي وتقارب في التجارة وزيادة بنسبة 10% بالتجارة بين البلدين بحسب هذه التصريحات الرسمية وبالتالي النقطة التي قالها روبرت فورد هنا بأن هناك عملية ازدياد ومقدرة لإيران في تمويل الفصائل المسلحة في العراق وفي سوريا تحديدا بتركيزه بالكلام عن سوريا أن الإيرانيين الآن والفصائل أصبحت قوية للغاية وممكن جدا أن تلعب أدوارا في مرء هذا الفراغ وأن تلعب أدوارا خطيرة جدا لما سيجري من تغييرات بالنسبة إلى روسيا خاصة وأن روسيا قد اشتبكت فعلا مع القوات ومع سلاحة جو الإسرائيلي عندما قامت إسرائيل بمهاجمة إحدى النقاط الموجودة في مصياف وعملت الأس 300 الأس 300 المنظومة الجوية الروسية وكذلك غواصة الروسية بحسب تصريحات طبعا ومعلومات صدرت من يدعو تحرانوت التي أكدت بأن كان هناك تصديا بالتالي هذا التشنج الكبير الخروج من القواعد وجود الفصائل المسلحة بهذا الاتجاه وجود الأموال وجود الإمكانية فشل المفاوضات النووية على ما يد في ظل هذه القرارات التي نتحدث عنها هو يوضح بشكل مباشر بحسب روبورت فورد أن حتى الخطوط الحمراء الموجودة في هذه المنطقة كلها ستكسر كل طرف لديه خط أحمر وهذا الأمر أصبح واضحا من قبل إسرائيل التي بدأت تتخطى هذا الخط الأحمر وعيد من الخطوط الحمراء التي اتفقت بها واتفقت من خلالها طبعا اتفقت بها مع روسيا مباشرة هو مطار دمشق الدولي الفكرة أن لا ندمر مطار دمشق الدولي وهذا الأمر أصبح بالعكس تماما فإسرائيل تستهدف الآن مطار دمشق الدولي بشكل خطير للغاية قبل خمسة أيام كان هناك استهدافا هائلا جدا لهذا المطار المهم أصبحت معالم لهذه الضربة واضح جدا إذا ما توجهنا إلى مطار دمشق لكي نتعرف كيف أن هذه الضربات أثرت على هذا المطار كما تلاحظون هنا بالقمر الصناعي هذا المطار ودعونا نتوجه إلى المدرج الشمالي لكي نتعرف على ما جرى على هذا المدرج المهم للغاية وبالتالي بالتوقف بهذه النقطة الضربات التي جاءت قبل خمسة أيام لماذا جاءت هذه الضربات طبعا قبل خمسة أيام لكي نتعرف في البداية أولا قبل أن نتعرف على هذه الضربات قبل خمسة أيام الذي تم كانت هناك شحنات وشحنة مهمة جدا في السابع عشر من مايو من قبل طائراتي قشم تابعة للحرص الثوري الإيراني ظهرت بهذا الشكل وصلت إلى مطار دمشق الدولي بقيت لمدة ثلاثة ساعات غادرت هذه المنطقة وهذه طبعا واضح جدا من التسجيل قشم فارس إير كما تلاحظون وكذلك بوينغ سبعمائة وسبعة وأربعين في السابع عشر من مايو مباشرة في العشرين من مايو كانت الضربة حاضرة كما تحدثنا إذن ما الذي أحدثته هذه الضربة كما نتحدث الآن هذه الضربة هي أصابت المدرج بشكل كبير في هذه المنطقة كانت هناك إصابتين بهذا الاتجاه وكانت هناك إصابة في مقدمة أو في مدخل هذا المنعطف الذي يأتي بهذا الاتجاه طبعا المهم للغاية هذه الضربة كانت مؤذية للغاية بالنسبة لهذه النقطة وبالتالي إذا ما ذهبنا إلى القمر الصناعي بحسب التحديثات التي جاءت قبل ثلاثة أيام في الثاني والعشرين طبعا من مايو كان المطار والمدرج الشمالي لهذه النقطة التي أشرنا عليها طبعا كانت تبدو بهذا الاتجاه كما تلاحظون أن ليس هناك تغييرا ولكن هذه في العشرين من مايو طبعا في نفس يوم الضربة ولكن لم تكن محدثة بعد 48 ساعة ظهرت التغييرات كما تلاحظون هنا تغير اللون هنا وبهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه عند المدخل واضحة جدا وبالتالي بالمقارنة مرة ثانية ستلاحظ تغير الألوان معنا ذلك أن هذا المطار ضرب وطبعا هذا المدرج الشمالي في مقدمته بهذا الاتجاه قد ضرب بقوة كبيرة وكذلك أيضا في نفس الوقت كانت هناك ضربة أيضا في نهاية شهر أبريل الماضي على نفس هذا المدرج الذي نتحدث عنه ولكن طبعا الضربة التي نتحدث عنها هي جاءت في هذه المنطقة التي تأتي بهذا الاتجاه وكذلك في هذه المنطقة تقريبا بالنسبة لهذا المدرج وهي لا زال طبعا لم تكن ليست هناك أي صيانة إلى هذه النقطة تحديدا وبالتالي بالعودة مرة ثانية إلى القمر الصناعي لنتأكد من هذه الضربة التي أتحدث عنها الآن هذا هو طبعا المدرج الذي ترونه في السادس والعشرين من أبريل الماضي بحسب توثيق قادم من شركة بلانت الذي ترونه طبعا في هاتين النقطتين ستلاحظ أن هناك تغيرا فعلا في الألوان بهذا الاتجاه ويوضح هذا معنى ذلك أن الضربة فعلا قد حدثت وضربة مؤثرة للغاية وبالتالي المدرج الشمالي أصبح في مشكلة وفي خطر كبير جدا خاصة وإننا إذا ما توجهنا أيضا إلى المدرج الجنوبي قد يقول البعض أن المدرج الجنوبي متاح ليست هناك مشكلة مع الأسف أن هذا الأمر ليس حقيقيا لأن الضربة التي جاءت نهاية العام الماضي من قبل سلاح الجو الإسرائيلي كانت مؤثرة للغاية جاءت هنا بهذا الاتجاه ثلاث ضربات متنوعة متوزعة في هذه المنطقة أخرجت المدرج الجنوبي عن العمل تماما وعن الخدمة تماما وبالتالي بالعودة مرة ثانية إلى القمر الصناعي لكي نتأكد ونرى فالصورة كانت واضحة جدا مما ترونه بهذا الاتجاه ضربة هنا ضربة هنا وهذه الضربة الثالثة وبالتالي لا يمكن لطائرات الشحن قشم الإيرانية أن تهبط مرة ثانية وأن تقوم بالوصول وأن تصل بأي حمولة بعد الآن لهذا المطار وهذه النقطة هي تعتبر خطا أحمر ولا يجب أن يكون هذا المطار بهذا الشكل بحسب هذا الاتفاق وهو أمر محرج جدا للحكومة السورية وبالتالي بالابتعاد بهذا الشكل من هذا المطار المهم مطار طبعا دمشق الدولي فأن هذا المطار لم يتبقى منه إلا مدرجا واحدا بحسب التقارير التي تعرفنا عليها وبالتالي إن إسرائيل أمام ضربة واحدة فقط لهذا المطار لكي تخرجه عن الخدمة تماما وهذا الأمر هو كما قلنا محرج للغاية بالنسبة للحكومة السورية إلى درجة أن الحكومة السورية لم تبدي انزعاجها مباشرة من إسرائيل بل هي أبدت انزعاجها بحسب تقرير صادرا من وكالة إلاف من الإيرانيين أنفسهم وكالة إلاف صدرت تقريرا خاصا بمصادر خاصة عن معلومات مثيرة عن هذه العملية التي نتحدث عنها التي جاءت في العشرين من مايو بضربة إسرائيلية على مطار دمشق الدولي والتي أثرت جدا بشكل كبير على هذا المطار وهذا بسبب كله هذا الرجل بهنام شهرياري هذا أحد القيادات في الوحدة مئة وتسعين الخاصة طبعا في فرقة أو فيلق القدسة الإيرانية التابعة للحرصة الثورية الإيرانية هذه الفرقة وهذا الرجل تحديدا هو مسؤول عن عملية تهريب الأسلحة المتطورة والمتقدمة والصواريخ المتقدمة والتكنولوجيا المتقدمة إلى حزب الله اللبناني هذا الرجل أصبح معروفا للصحافة الإسرائيلية منذ عام 2016 وهم من نشروا هذه الصورة التي عرضناها لكم بهذا الاتجاه وبالتالي الكلام هنا بالنسبة للحكومة السورية لا تريد لهذا الرجل أن يدخل مرة ثانية لأن الاتهامات له بأنه كان قادما بهذه الطائرة أو بطائرة شحن يحدد الطائرة التي جاءت بطائرة شحن جاء بها لنقل أسلحة إلى مطار دمشق لم يكن آبها للضربات الإسرائيلية التي ممكن أن تأتي ضد مطار دمشق وعلى هذا الأساس اتخذوا قرارا الآن بحسب مصادر إيلاف طبعا التي قالت طبعا بأن هذه الطائرة التي جاءت وكمان نحن نشتبه بأن السابع عشر من ما يتوضح أن الرجل كان في هذه الطائرة إيلاف تحدثت وتسائلت ما إذا كانت إسرائيل تريد اختيال هذا الرجل الذي نتحدث عنه الآن ولكن الأهم من هذا هو ما جاء من هذه المصادر وما قالت هو التحرك الذي جاء من الحكومة السورية تجاه إيران وقالت شخصيات قيادية سورية كانت طلبت من مكتب الرئاسة السوري إلقاف تأشيرات الدخول لشخصيات إيرانية ضالعة في نقل أسلحة ومعدات عبر مطار دمشق الدولي وأحداها بهنام شهرياري وأضافت أيضا في نفس الوقت نقلت الرئاسة السورية الطلبة إلى السلطات الإيرانية التي لم ترد عليها حتى اللحظة بحسب المصدر وبالتالي الأمور مزعجة ومزعجة للغاية بل أن اليوم هذه المسألة التي نتحدث عنها من الخروج الروسي وملء الفراغ من قبل الفصائل المسلحة الموالية لإيران والتشنج بين إسرائيل وأن إسرائيل طبعا متشنجة جدا في هذا الموقف ومزعجة من هذا الموقف الذي نتحدث عنه هي تراقب كل صغيرة وكبيرة بحسب الرادارات إذا ما ألقينا نظرة على الرادارات مما يجري بالنسبة للإسرائيليين سنلاحظ بأن كان هناك تحليقا خطيرا جدا من طائرات أو السرب 122 الإسرائيلي النحشون شفت والنحشون إيتام كانت تراقب بهذا الشكل الكبير النقاط التي نتحدث عنها على مدار اليومين أو الثلاثة أيام الماضية كل هذه لقطات رقابة تجمع المعلومات لما يجري تسجيل الطائرات كما تلاحظون خطير للغاية الطائرات الإسرائيلية هنا تلاحظ إسرائيلي إير فورس أي بما معنى الطيران الحرب الإسرائيلي في 22 مايو في 23 مايو هذه الطائرة حلقت لأكثر من 9 ساعات وهي تجمع المعلومات كما ترون وبالتالي هي مسجلة أيضا في عدد من المرات هنا أيضا أكثر من 9 ساعات كما تلاحظون في 13 مايو وبالتالي وعلى هذا الأساس هنا هذه ليست 9 ساعات كانت ساعة بساعة 9 ساعات هنا للتصحيح المعلومات التي ذكرتها لكم الآن وبالتالي بعد ذلك كما نلاحظ بأنها جاءت في 23 مايو كل هذه الطائرات الحربية كانت تحلق الإسرائيلية بهذا الشكل المكثف وهذا يوضح بأنهم يراقبون وهناك نية لضربة قد تكون قادمة خلال 48 ساعة أو 72 ساعة لنقاط تتواجد فيها الفصائل المسلحة اليوم كان هناك أيضا تحليقا للنحشون شابت بهذا الشكل تراقب دمشق تراقب النقاط الواضح أن هناك رقابة كبيرة جدا وبالتالي إذا ما اختفت من الرادارات هذه الطائرات سيعني الكثير وسيعني خطورة كبيرة للغاية وبالتالي الخروج الروسية اليوم من سوريا بشكل عام الواشنطن بوست تحدثت عن هذا الأمر ووجدت أن هذا الخروج من هذه المنطقة والحرب الموجودة في أوكرانيا ستزعزع الأمور في سوريا بشكل خطير للغاية وقد يكون بالنسبة للروس مبررا لماذا هم يريدون الخروج طبعا مباشرة من هذه المنطقة المهمة جدا وهي سوريا لأن هناك أولويات أهم المعركة التي تجري في إقليم دونباس تحديدا هم لا يريدون استدعاء المزيد من القوات يريدون استدعاء القوات التي هي تعتبر ثانوية الآن ليست مهمة هناك قوات لا تفعل الكثير يريدونها أن تكون فاعلة في إقليم دونباس كما هو واضح من أجل تسريع وتيرة الهجوم الذي يجري في إقليم دونباس الكثير يتحقق للقوات الروسية وهي تبحث عن تسريع الأمور بالنسبة إليها في إقليم دونباس هذه هنا كما تلاحظون هذا هي شرق أوكرانيا طبعا وهذه الحدود الإدارية لإقليم دونباس بهذا الاتجاه لوغانسك وطبعا هذه الدانياتك التطور الجديد بالنسبة لروسيا الذي يأتي خلال الثمانية وأربعين ساعة الماضية هو يأتي في سيفرو دانياتك طبعا وليس في سيفرو دانياتك بل هي من أجل محاصرة سيفرو دانياتك وتأتي من هذه المنطقة تحديدا التي هي يطلق عليها لبوف وكذلك أيضا في منطقة ليمن تطور كبير جدا دعونا نقترب من هذه المنطقة لنتعرف عن ماذا يجري وعن الصراع الكبير الذي يجري بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية التي تحاول أن تصمد أمام هذا التقدم الخطير الذي يأتي طبعا من القوات الروسية تحديدا بالنسبة للقوات الأوكرانية كما نعلم هي لا زالت تسيطر على سيفرو دانياتك وليتشانسك هنا بهذا الاتجاه وهي لا زالت تسيطر على باخموت وكذلك هذه المنطقة وهي سلوفيانسك وكراماتورسك بهذا الاتجاه وهنا التطورات الكبيرة التي تأتي في ليمن وكذلك في لبوف التي تأتي بهذا الاتجاه تقريبا بالنسبة للقوات الروسية لكي نعرف تماما ما الذي جرى بأنها كانت قادمة بعد السيطرة على بوبسانا بهذا الاتجاه هي تقدمت مباشرة إلى باخموت وكان متوقعا أن تذهب إلى باخموت من أجل قضية مهمة هو قطع طريق يمتد مباشرة من باخموت إلى لتشانسك من أجل عملية المحاصر وإيقاف الدعم اللوجيستي الذي يأتي إلى تلك المنطقة من أجل استمرار طبعا مقاومة القوات الأوكرانية ولكن القوات الروسية تقدمت وسيطرت على ليبوف الآن بل إنها تمكنت أيضا من عبور نهر مهم جدا كان فيه صراع كبير هو يأتي بهذا الاتجاه باتجاه منطقة مهمة وهذه المنطقة التي نتحدث عنها هي بيلوريفكا بهذا الاتجاه وهذا نهر طبعا كما تلاحظون وهو سيفريسكي دونس الذي يأتي بهذا الاتجاه القوات الروسية بعد معاناة كثيرة تمكنت من عبور هذا النهر ودخلت في صراعا بحسب ما صرحت به وزارة الدفاع الأوكرانية وبدأت تدخل بهذه المعركة وبالتالي واضح جدا أن القوات الروسية تمكنت من قطع هذا الطريق الذي تحدثنا عنه إلى لتشانسك ومنه إلى سيفرودانياتسك وهي لا زالت تحاصل سيفرودانياتسك وتضغط كثيرا على هذه المنطقة وبالتالي واضح جدا أن القوات الروسية تريد اختصار الأمور وتريد الإطباق على هذه المنطقة من أجل إغلاق هذه المنطقة وإعلان لوقانسك كجمهورية كما اعترفت بها روسيا بكل تأكيد وتحقيق النصر الأول بالنسبة للروس وما يراه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولكن التطور أيضا يأتي في هذه المنطقة لمن تطور كبير بالنسبة للقوات الروسية دعونا نقترب من هذه المنطقة فقط لنرى كيف تطورت الأمور في هذه المنطقة التي ستعني الشيء الكبير بالنسبة إلى دانياتسك بالاختراب من هذه المنطقة المهمة فسنلاحظ أن القوات الروسية بعدما سيطرت طبعا على هذه المنطقة التي ترونها أمامكم ألا وهي شاندريلوف وكذلك سيطرت على هذه المنطقة الأخرى وهي يامبل بهذا الاتجاه وأصبحت على مسافة 8.5 كيلومتر من هذه المنطقة المستهدفة وهي منطقة ليمن التي نتحدث عنها طبعا بالنسبة إلى القوات الروسية تمكنت من السيطرة على هذه المدن بأكملها التي ترونها وكذلك هناك منطقة يطلق عليها ستافكي بهذا الاتجاه سيطروا عليها وبعد السيطرة عليها اقتحموا هذه المدينة التي نتحدث عنها بالنسبة للقوات الروسية ودخلوا فعلا بهذا الاتجاه الذي ترونه إلى داخل مدينة ليمن وهناك معارك وحرب شوارع كبيرة جدا إذا ما اقتربنا قليلا من هذه المدينة المهمة مدينة ليمن فقط لنعرف أين تتواجد القوات الروسية بحسب التقارير الدولية وبحسب ما تم توثيقه من وزارة الدفاع الروسية بأنهم وصلوا إلى هذه المنطقة هم دخلوا إلى هذه المنطقة بأكملها هذه بحيرة ليمن دخلوا وسيطروا عليها بهذا الاتجاه وهناك ضغط كبير جدا من القوات الروسية يأتي على هذه المنطقة التي لا زالت تتواجد فيها القوات الأوكرانية بهذا الاتجاه طبعا ولا زالوا يسيطروا على محطة قطار بهذا الاتجاه قوات الروسية تحاول السيطرة على محطة القطار لأنها تربط وتعتبر عقدة انتصالات مهمة إلى منطقة مهمة جدا يحاول وتحاول القوات الروسية الوصول إليها بعد إنهاء هذه المنطقة منطقة ليمن التي نتحدث عنها والتي أصبحت قابقا وسيني أو أدنى من سيطرة القوات الروسية عليها وبالتالي النقطة التي نتحدث عنها هنا بالنسبة للقوات الروسية هي دعنا نسيطر على ليمن لكي نتقدم إلى سلوفيانسك ونضعها تحت المطرقة وبعدها نأخذ باخموت بعد التقدم طبعا من هذه المدينة المهمة التي هي بوبسانا لنتقدم ونضغط على كراماتورسك ولاحظ السيطرة التي نتحدث عنها التي تأتي بالنسبة للقوات الروسية لذلك استدعاء القوات الروسية الموجودة في سوريا هي مهمة جدا بالنسبة إليهم وهي ستسهل العديد من الأمور بالنسبة إليهم بكل تأكيد إذن